كل الناس اللي عايزة تخرج في العيد او تبلبط في الصيف تافيرنا اكوا سيتي من اجمل الاماكن اللي ممكن تقض فيها اجازة طحفة هي بتكون يوم واحد بس يلا بينا نشوف المكان ودي احلى لوكيشنز تصوير في المكان المكان مساحته كبيرة جدا وده اول حمام سباحة عليه طبعا الاكوا بارك طبعا احنا عندنا ستة حمامات سباحة تمن العاب مائية كل حمام سباحة زي ما انتم شايفين كده بيكون لي الكافيه بتاعه وتقدر تشرب اي حاجة وتاكل اي حاجة طبعا في حمامات سباحة من غير اكوا بارك عشان الناس الكبيرة كمان اللي عايز تنزل المكان ينفع عائلي ينفع شبابي ينفع كمان للاطفال علشان خاطر هم عندهم كيتزي اريا ده غير طبعا الاكوا سيتي الكتير اللي هنشوفها مع بعض بس كمان هم عندهم كيتزي اريا زي اللي انتم شايفينها كده لطبعا انا قررت ان انا استمتع بيها لانها بصراحة كانت حلوة اوي الحتة اللي جاية دي بقى مكان مميز اوي في اكوا سيتي انا ما شفتوش في اي حتة تانية دي زوحلية كده في الاول بصراحة بالنسبالي كنت شايفها مرعبة جدا بتاخد المادي كده وبتطلع سلم طويل وهناك خليت بقى اسراء بصراحة هي اللي تجرب الاول عشان نجرب في اسراء تلاقت حلوة اوي جميلة فقررنا بقى نطلع كلنا ونجرب فيها بجد كانت حلوة اوي وتحس انك بتنط وان انت بعيد كده بجد تحف وده ثالث حمام سباحة معانا واي حمام سباحة زي ما قلتلكو بيكون لي الكافترية الخاصة بيه وكمان بيكون في مطهم وهنا بقى لو انت عايز تقعد بقى كده بمزاج رايق تقعد بقى تتدلع وكمان ممكن تطلب الايس كريم بتاعك عندهم ايس كريم متنوع من كل حاجة وكان طعمه جامد اوي وكمان بقى هنا الالعاب المائية اللي بدأنا بقى نخش في ليفل الكبير يعني ده ربع حمام سباحة معانا بصوا بقى المنظر هنا زحليق بقى وحاجات واطفال مستمتعة جدا الميا شكلها نضيف المكان حلو قوي وكمان في لايف جورد على كل حمام سباحة عشان لو في اي حاجة حصلت هو يكون مستعد بصوا منظر بقى الاكوا بارك بتاعت الكبار بجد شكلها تحفة 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 حبيب بقى اقولكم على الاسعار التيكتس بتاعتهم هي بتبتدي من 350 جنيه بتكون شاملة كل حاجة في المكان وكمان بتكون شاملة وجبة غدا يعني انت بتقدر تتغدى بالرقم ده وتلعب وتقضي اليوم كله نكررت اطلع فوق كده ووريكم المنظر عامل ازاي وكمان دخلت المطعم ووريكم المطعم الان دور ويلا بقى عشان نبلبط علشان خلاص بجد المكان مغري استنوني بقى في كل فيلوب جديد وباي باي